السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم انا سالة الدين واضي من دورة البيسون ان شاء الله يقدمها لكم وان شاء الله نستفيد منها نبدأ عشان الوقت اول شيء عشان نحمل البيسون نخش على الموقع www.bison.org هنا نحمل البيسون يفضل نحن نحمل دي ودي وبعد كده نخش على الموقع www.bison.org هنلاقي هنا نحمل اخر اصدار ونحمل من هنا هتظهر الصفحة دي وندوس download وبعد كده بواسكريبتر فتحناه ودي ده الفيشول استوديو ده عشان نعمل مقارنة بين بس كده من البرنامج بيظهر الناتجة هنا مثال بسيط لو عملنا هنا print hello ورلت بغض النظر على كتبت ايدي وقت بس عشان هنا النتيجة هنا طبعا مش بيعمل build نحفظ الملف نحفظه على صغر ونفتحه من هنا وبعد كده ندوس run ده الحل الوحيد عشان ايه نعمل نشغل ملفات اما هنا ممكن الواحد يعمل build ويشغله في اي وقت ايه طبعا دي ايه لازم ايه دي على الويندوز بس على ما اظن visual studio على الويندوز بس اما دي على كل الانظمة لانها محمولة ممكن ايه لان ممكن الواحد ينزل هنا نسخد بايسون محمولة بس مش عايفة ان ازاي ايه نبدأ بالمتغيرات عشان نعمل المتغيرات في البايسون مثلا نعمل المتغير نسميه ميدو يساوي لو هنحط في حروف نعمل بعلامة التنصيص سواء واحدة زي كده او اتنين زي كده او اتنين زي كده كده نكتب هنا اه مثلا لو كتبنا هنا تحسن الاتنين العاديين دول hello او I am ميدو كاسم لو كتبنا هنا print اللي هو امر الطباعة print لو هنطبع متغير نكتب اسم المتغير على طول بعد كده ندسران هنلاقيه طبع قيمة المتغير اه ندسران او او ام او 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 وشنران they just and they just keep it from some people in the world. لو هنطبع واحد زي 15 هنلاها بقت 16 آآ طبعا المتغير مش محتاج تعريف المتغير بنهجز مكان في الزاكرة آآ لمتغير اسمه ميدا او العنصر يعني اسمه ميدو خزلنا هنا في الزاكرة ان المتغير ميدو ده في قيمة اسمها يعني حروف ايام ميدو قاسا لو عايزين نغيرها بعد كده نكتب ميدو زائد بيساوي آآ زائد بيساوي هلو وورلد مسلا ونكتب هنا بنت ميدو هنلاقي هنا جمع قيمة ميدو دي لا ايام ميدو قاسم مع هلو وورلد لا ايام ميدو قاسم هلو قلت امر الطبع طبعا سهل وآ كده يعني استنتجنى المتغيرين فايتغير مش زي الزوابط آآ تاني شيء آآ الطبعا الباسك زي ما قلنا بتعمل العمليات الحسابية مش آآ بس كده ثانية واحدة والكتاب ده طبعا نخليه مرجع لينا لان هو ايه الكتاب كبير كده وحلو كبير يعني طبعا هو الكتاب بيشرح الاساسيات هتا هتا وطبعا برضو احيانا بيبقى فيه اخطاء بس احنا هنحاول نعمل كل نصلح الاخطاء باكتر من طبعا هناخدنا المتغيرات طبعا برضو فيه موضوع المتغيرات هيدفعنا نتكلم عن القوائم وهي دي اللي هي الاريز لمبارم جي سي او سي بلاس بلاس يعني هنكلم عنها بشكل بسيط جدا جدا عشان مطولش عليك في الدرس لو كتبنا مثلا هنا منتغيه لست اسم قانس نكتب يساو بدل ما نكتب قيمة مثلا اطماش البداع لأ لو احنا عندنا عشرين طالب مش هنقعد نكتب مثلا نعمل st Authority يا you didn't think you to always é you didn't think you you specially أنه لا با كده لو عشرين طالب احنا هنتشال فاحنا الحل هنكتب ونروح عاملين حاجة اسمها الليستة او المصفوفات عشان هي دي المتداولة اكتر ونكتب العناصر مثلا هنا هناس غاصلة ميدو طبعا لازم على متنطن التنصيص لو نسيناها وما يعمل error منصف احمد فاتحي مثلا اي اسم محمد علي هنستنتج هنا ان دي عبارة عن لستة بتوفر علينا الوقت نوع طبعا من انواع المتغيرات هو ده متغير بس واخد اكتر من قيمة بحاجة اسمها الليستة بس ده موضوع الليستات بس طبعا لسه فيه التعامل معاها والاضافات والحاسف وكده بس كل ده ان شاء الله في الدرس الجاي للدرس الجاي ايه هحب حرفه ان الليست بتبدأ من الزيرو 보니까 أن السد مش نبدأ واحد تلاتة أربعة ار bliver 0 ده 0 وده 1 ده 2 ده 3 طبعا ده مع بعضيه احمد فاتحي ده 4 يعني انا حبينا نكتب هنا print students بعد كده نعمل دي كده نكتب مثلا عنصر الرابع باله ده اه هنلاقي طبعا محمد علي وهكذا تلاتة احمد فاتحي اه لو حبينا نضيف اقولها لكم بالمرة لو حبينا نضيف عنصر بريند students طبعا هنا في اوامر كتير للتعامل معاها احنا ان شاء الله يعني هنتعرف على شوية منهم ابندي دي للاضافة اه وبعد كده مثلا نكتب ابن database ابن اكتب جمال بعد كده وكتبنا بريند students ازلاعي طبع جمال بى الاخر نستنتج انا ان اما هو اضاف جمال المصفوفة اخر عنصر طبعا في طرق تانية للاضافة زي insert مثلا insert مش عارف احمد مش عارف كذا بس insert هنكلم عليها في الدرس الجالة ان هي فيها يعني شوية كلام كده وطبعا دي البايسون لغة سهلة وبسيطة بس عايزة بس تفكير وتمنى ان الدرس يكون عجبكم وربنا يوافعني بس ان نكمل الدورة الدرس تسع دقائق بالزبط اتمنى ان الدرس يكون عجبكم واي نقدة موجود بردو اودعكم انا بقى المرة بس خليك من ست دقائق بس يلا سلام